السلام عليكم أصدقائي اليوم سوف ندرس رياضيات المستوى الخامس القوى اثنان وثلاثة المستوى الخامس سوف نرى التمرين الأول نلاحظ الجدول ثم نلاحظ الجدول لدينا العدد المربع كاري المكعب المربع المربع وإثنان ولاحظة لدينا العدد قام بإعادة جميعام 5x5x5x5x5x5x5x5x5x105x5x25x3 إذا أخذ المربع عدد المربع إذا نرى الفراغة نرى مئة نرى مئة في الجدول مئة هي العدد عشرة مرتين مضرب مرتين هي عشرة نكتب عشرة في عشرة ستة عشرة أين هي ستة عشرة نجدولها هي أربعة في أربعة 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 ضرب أربعة مفهوم يمكننا أن نكتب عيواد 4 في أربعة يعني أربعة وثتتنين od Seriously هو ما فرلك أج Industry أجد لتثقي لو جميع تثقي على م العشرة مئة وخمسة وعشرون أنا مئة وخمسة محترم لأن فيه اونا فراء Chocolate ih gegenüber 5 س 복at نتكلم خمسة and cm3 ثلاثة네 فأنا تجد الفيtering 3x3 إذا فكك ونكمل إذا ندروا بحل هذا المتال هكذا ونكملوا إذا 49 ها هي 49 هي 7 في 7 7 ضارب 7 تساوي 7 و 6 يعني جش المرات فهم؟ 512 ها هي 512 ديال 8 إذا 8 كميل مرة مكعب في 8 تساوي 8 و 6 ثلاثة مكعب ثلاثة مكعب 64 أي 64 ها هي إذن هي 4 في ضارب 4 في 4 تساوي 4 مكعب ثلاثة مرات نجري العمليات في الدفتر ثم نتميم إذن كيف؟ إذن واحد أسلة هي واحد مكعب هي واحد ضارب واحد ضارب واحد بين قوسين ثلاثة مربع ثلاثة pathway ثلاثة 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 ثمانية 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 ثمان ننتقل الى 5 مربع ضرب 5 ضرب 2 مكعب يسوي 5 في 5 2 في 2 في 2 8 في 5 40 ننتقل الى 10 مكعب هي 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 9 مكعب يعني 9 ضرب 9 ضرب 9 يسوي 10 في 10 في 10 هي 1000 ضرب 9 في 9 هي 729 إذا الجواب النهائي سنكتب 29 ألفا جيد ننتقل الى التمرين الأول التمرين الأول يقول وحيط التفكيك الصحيح لكل قوة نضغر على التفكيك الصحيح لكل قوة نضغر على التفكيك الصحيح لكل قوة نضغر على التفكيك الصحيح 10 مربع 11 ضرب 11 هذا هو 14 مكعب هذا هو الجواب الصحيح 20 مربع 20 في 20 التمرين التالي وحيط القوة المناسبة لكل يبيع 13 في 13 هي 13 مكعب 35 في 15 هي 15 مربع 40 ضرب 40 ضرب 40 ضرب إذا لا يمكنك حيط 40 ثلاثة 40 ثلاثة ثم هذه ليست قوة 40 ثلاثة إذا شكرا على الانتباه هذه التمانية للصفحة 68 ونتمنى أنكم تفهموا وشكرا موسيقى